تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في فيديو سريع بدي أتكلم فيه عن كأس السوبر الإسبانية وبدي أتكلم بالتحديد عن برشلونا طبعا الناس اللي في تويتر أو فيسبوك شافوا التغريدة اللي اتكلمت فيها وقل اني أنا أشعر انه كأس السوبر هذا مهم جدا لبرشلونا وخلينا أوضح موقفي بشكل عام أولا كأس السوبر بطولة غير مهمة أبدا أبدا لو لعب رياما ديود وبرشلونا هي بطولة غير مهمة ليس لها قيم ولا أهمية في كورت القدم هي بالأساس بطولة افتتاحية إعلان للناس أنه بلش الموسم طبعا بغض النظر ما صاري هالمرة بنص الموسم فبالأساس البطولة كانت فكرتها في الماضي بطولة افتتاحية ما عمره حدث بها فيها ولا اعتبرها إنجازات إلا طبعا لما يجي يعدوا كم ألقاب رسمية بحضر في برشلونا الموسم الماضي أقالوا فالفيردي عشان هذه البطولة وعشانك أنا كنت كتير معترض على إقالة فالفيردي إنه ما خسر البطولة زي لم تصدر الدوري وخسر البطولة مش مهمة لكن هالمرة البطولة مهمة جدا لبرشلونا المرة الماضية ما كانت مهمة أقف فالفيردي المرة هاي البطولة مهمة جدا ليش بالصيف برشلونا عاش كوابيس ميسي والفاكس تبع ميسي قبله عاش موسم سيء للغاية كرويا وختام البايرن الشهير والدوري اللي راحه كل شيء كان سيء لبرشلونا في الدوري ولكن في دور الأبطال أيضا انكسر ثم جاءت الصيف اللي كان سيء من حيث الانتقالات إضافة لمشكلة بيسي ثم جاءت الفوضى برحيل بارتوميا وعلى موجود رئيس كل هذي الفوضى كل هذا اختلال المشروع بشكل عام بخليك تقول إنه لازم يصير شيء يعني لازم يصير شيء يبعث الأمل بعد رحلية تبع حتاج مسيجات الأمل لعب مع تلاتيكو خسر لعب مع ريال مادريد خسر من هنا لعب مع يوفنتوس بالإيابة خسر أكثر من مفاز بالذهاب بدك مسيج أمل بدك رسالة تقول للعيبة فيه لسه بنقدر نعمل شيء بدك رسالة تقول لكومن انت بتقدر تتحكم بهذا الفريق أوثق بنفسك أكثر طلع أفكارك أكثر قرب من اللاعبين أكثر بدك الجمهور يهدى فأعتقد كأس السوبر رغم إنه بطولة غير مهمة لكنه ممكن تكون بطولة ملهمة جدا لانطلاقة وبناء في برشلونة لقدام عشان هيك بطولة السوبر بطولة غير مهمة باستثناء هذه الحالة بالنسبة لبرشلونة الفوز فيها حيعانين كثير نصروا النهاية هذا الفيديو السريع كنت معكم أنا محمد عواد موجود فيسبوك تويتر انستغرام واشتركوا بقناة سيفي سبورت على اليوتيوب والسلام عليكم ورحمة الله